موسيقى قبل ست سنوات كانت الانطلاق في عيد الثورة الفاتح نوفمبر عام 2011 ظهرت الشرق تيفي للوجود لأول مرة وهي أيضا ذكرى تأسيس جريدة الشرق اليومي موسيقى بداية الحلم تجسدت على أرض الواقع ببث تجريبي عبر قمر نايلسات وفي عيد النصر التاسع عشر مارس 2012 انطلق البث الرسمي لقناة الشروق مقدمة برامج مست مختلف شرائح المجتمع وتنوعت بين النشرة والحصص الإخبارية والاجتماعية والدينية والثقافية وحتى البرامج الخاصة بالأطفال موسيقى وفي رمضان العام نفسه قدمت قناة الشروق أوراق اعتمادها في أوساط الجمهور الجزائري واكتسحت المشهد الإعلامية محتلة المرتبة الأولى في الجزائر من حيث القنوات الأكثر متابعة موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين من جديد في تفاصيل أول نشرة إخبارية في قناة الشروق نيوز ولأن التاسع عشر مارس عيد نصر كان لابد أن يكون نصرا جديدا للشروق التي أشعلت شمعة ثانية أضاءت في عالم السمعي البصري موسيقى انطلق بث قناة الشروق نيوز في 2014 موسيقى وبنشرات ومواجز إخبارية على رأس كل ساعة بعد أن أوقادت الشروق شمعتها الثانية كان لابد أن تضيء مجددا وللمرأة نصيب بل للمرأة قناة تهتم بشؤونها بنا تيفي أو سي بي سي بنا قناة ثالثة ضمن باقة الشروق ونصر جديد موسيقى بعد أن تحول البث التجريبي إلى باقة من ثلاث قنوات في ظرف وجيز كان لابد أن يتحول الاهتمام إلى النوعية والجودة الشروق تيفي تبث بتقنية الاش دي وبعدها الشروق نيوز أول قناة إخبارية مغاربية تبث بتقنية الاش دي وفي طريق طويل ترجمة نانسي قنقر